بفقرة الأخبار أخبار الرياضة وبشكل خاص جدا أخبار النادي الأهلي وفقا لصحيفة ديلي ميرر البريطانية تصدر النادي الأهلي قائمة أندية العالم الأكثر فوزا بالبطولات أو الأكثر تتويجا ده نقلا عن ديلي ميرر البريطانية الشهيرة بيتصدر النادي الأهلي القائمة التي نشرتها صحيفة ديلي ميرر البريطانية للأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم برصيد وفقا للمجلة 118 بطولة رغم تجاهل هذه الصحيفة عفوا مش المجلة طبعا صحيفة شهيرة جدا ديلي ميرر البريطانية تجاهلت الصحيفة أو لم تحتسب عدد من البطولات وبعد قليل هنشرح لحضراتكم الأسباب إلا ما أدخلتش هذه النقاط أو هذه البطولات اللي حققها النادي الأهلي في مراحل مختلفة من تاريخ الرياضة المصرية والعربية والأفريقية في حسابات الصحيفة البريطانية تم تجاهل عدد من البطولات بيصل إلى 18 بطولة أخرى حققها أو فاز بها النادي الأهلي ولم تتم الإشارة إليها ولكن قالت الصحيفة أن النادي الأهلي المصري منذ نشأت هذا النادي المصري العريق ومنذ تأسيس هذا النادي عام 1907 بدأ ممارسته لهوايته المفضلة والمحببة في حصد الألقاب والبطولات منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النادي العريق واحتل صدارة الأندية الثلاثين الأكثر تحقيقا للبطولات على مستوى العالم متفاوقا على كافة الأسماء أو الأندية العالمية وأضافت ديلي ميرر البريطانية إلى أن النادي الأهلي نادي القرن على كافة الأصائدة وأيضا من خلال تحقق هذا الأمر من خلال الفوز بـ 41 لقب من ألقاب الدوري المصري أو الدوري الممتاز المصري لكرة القدم 36 لقب في بطولة كأس مصر و 10 ألقاب في بطولة السوبر المحلي أو المصري 19 لقب على الصعيد القاري من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا و 6 ألقاب في السوبر الأفريقي و 4 ألقاب في أبطال الكؤوس الأفريقية ولقب واحد في بطولة الكنفيدرالية الأفريقية وذكرت القائمة التي نشرتها أيضا ميرر ان فريق جلاسجو رينجرز وهو من الفرق الشهيرة طبعا على المستوى العالمي فريق اسكتلندي شهير جدا جاء في هذه القائمة في المركز الثاني برصيد 115 بطولة بينما احتل فريق ناسيونال من أوروغوي المركز الثالث برصيد 113 لقب وجاء مواطنه أيضا بينارال الرابع في هذه القائمة برصيد 108 من الألقاب ونادي سالتك الاسكتلندي الخامس برصيد 105 لقب واحتل نادي برشلونا الإسباني المركز السادس برصيد 91 لقب يالي ريال مادريدي الإسباني المركز السابع برصيد 90 لقب ثم بنفيك البرتغالي في المركز الثامن برصيد 82 لقب وأوليمبياكوس اليوناني المركز التاسع برصيد 75 بطولة أو لقب واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة أو 74 لقب جدير بالذكر أن الصحيفة البريطانية جانبها الصواب في تقريرها بشأن بطولات نادي الأهلي ذكرت صحيفة عدد البطولات للنادي الأهلي وفقا لما نشر هو 118 بطولة بينما بطولات النادي الأهلي وصلت للرقم 136 من الألقاب والبطولات الرسمية وده لأن الجريدة لم تحتسب 18 بطولة رسمية حقاقها النادي الأهلي منها 16 بطولة لدوري منطقة القاهرة منذ انطلاقها قبل أن يتم إلغاء هذه البطولة عام 1958 بالإضافة لبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم واللي أقامها اتحاد الكرة في العام 1990 بدلا من بطولة الدوري الممتاز اللي تم إلغاءها من أجل إتاحة المجال للمنتخب المصري من أجل الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم 1990 وأخيرا كأس الجمهورية العربية المتحدة واللي حقاقها النادي الأهلي إبان فترة الوحدة مع جمهورية سوريا الشقيقة في مطلع الستينيات بإجمال 18 رقب لم يدخل في حسابات الصحيفة البريطانية وكان يصل بطبيعة الحال بأرقام بطولات وألقاب النادي الأهلي إلى الرقم 136 وليس فقط الرقم 118 ولكن وفقا لوسائل الإعلام العالمية وتأكيدات من وسائل الإعلام العالمية والكلام هنا من خلال صفحات صحيفة ميرور البريطانية تؤكد أن النادي الأهلي يأتي في المركز الأول عالميا والأكثر تتويجا حاليا على مستوى كل أندية العالم في كرة القدم من حيث عدد الإنجازات أو الألقاب والبطولات اللي تم تحقيقها